السلام عليكم ببنات كديري اللبس عليكم كنتم من شاء الله انكم تكونوا كاملين بخير على خير وتكونوا بصحة جيدة وتكونوا دوستو هاد نهار ديلي ون شاء الله بخير على خير اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد فمرحبه بكم معي ومرحبه بالناس جديد لي اول مرة يشوفوا القناة ديالي متنسوش انكم تنضموا العائلة ديالنا وتشتركوا تفعلوا زر الجرس باش يوصل لكم كل جديد الوصفات اليوم ان شاء الله لبنات سأتقاسم معاكم واحد الوصفة الي جربتها وعطيتني نتائج ما كنتش نتخيلها نهائيا يعني كتحول لك شعر ديالك من خشن ومجعد الى شعر املس وحريري فقط مكونات من المطبخ ديالك باش تشوفوا معي ان شاء الله هاد الوصفة خليكم معي حتى الاخر الفيديو هنعطيكم مكونات وطريقة تحضير في نفس الوقت وكذلك هنعطيكم نصائح باش تنجح معاكم ان شاء الله الوصفة فخليكم معايا ومتنسوش قبل نبدو الفيديو اي وحده شافت الفيديو ادعمني باللايك هكا ان شاء الله باش الفيديو يبين عدد اكثر من الناس ومتنسوش كدري كتبارتاجي ومع اصحاباتكم والعائلة والاقارب باش كل شي استافد ان شاء الله من الوصفة ويلا بينا ندور ان شاء الله الوصفة ديالنا على بركة الله نشوفوا المكونات وطريقة التحضير اذا نبدو البنات غالين نحتاجوا هنا الكورجات او الكوسة ليبهد الشكل هذا مهم انا غدين غسلتها ودابها غدين نحيد لها ننقيها من جناب وغدين نقطع عبهد الشكل هذا البنات ما تقشروها شانا ما تحيدوش لها القشور دياله تحيدو للك النابتة وكذلك النورة ديالها او الزهرة دياله وصافيك نقطع عبهد الشكل هذا كيف ما تشوفو معايا في الفيديو البنات وبنسبة للكوسة او الكورجات زوينة 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 البنات في طرطب الشارقة تعطينا نتائج زوينة بزاف وهي غنية بزاف ديال الفوائد وغنية بزاف ديال الفيطامينات اللي مفيدة جدا للشعر ديالنا دابا من بعد ما قطعت هاد الليكورجات جوج غادي نديرهم في كاس رونا كيف ما كتشوفو معايا وغادي نطيف عليهم كاس ديال ما كبير البنات كاس ديال ما كبير كيف ما غادي نتشوفو معايا وغادي نخليهم على النار مهيلة يعني غادي نديرهم فوق البوطة ونخليهم حتى كي يطعبو هاد الليكورجات مزيان تلقاهم طابو ونها بتحيبهم ونراجل معكم ان شاء الله هالبنات باش نكملوا باقي الوصفة ديالنا ودابا البنات الأع языق ان شاء الله باش نكملوا باقي الوصفة ديالنا ودابا البنات اراجعت معاكم كيف ما كتشوفو معايا صحت الشمعة ونرى الكورورجات كيف مزيان او الكوسة ونصفيها ضروري للبنات من واحد الملاحظة ضروري تطحنوها مزيان في الخلاط الكهربائي لتعطيكم نتيجة ان شاء الله مزيانة وكذلك باش ما تلصقش لكم في الشعر ديالكم نصفيها في واحد صفاية بهذا الشكل هذا كيفما تشوفوا معيه في الفيديو باش هكا ما تبقى في هاتشي حاجة اللي تقدر تلصق لي في الشعر ديالي ونصمر بهذا الشكل هذا نصفيها مزيان esticان الربنات متنسوجدوه عندي المنتذه championship باش شوفوا الاقتراحات اللي كان نشارك معاكم علي الوصفات اللي تريدوني نشاركتين حان شاء الله في القناة فملا إلا صوتوا لي ايا اللي بغيتوا أو ولا تخليوا لي تعليق وهكا نشارك معاكم جميع الوصفات اللي انتوا ما بغيين ومرحبه يعني بكل التعليقات ديالكم أي وحدة بغت شيء وصفة مرحبه علي الرسل عين تخليوا لي في تعليق وهكا من شاء الله نشارك معاكم جميع الوصفات اللي انتم في حاجة له هذه الربنات صفية البنات سوف نستمر بهذا الشكل حتى نكمل ومن بعد ان شاء الله ارجع معكم من بعد ما كملت هذه الكيمية اللي عندي البنات انتم ما كتشوفوا معي صفيت هذه الخلاط هذا حتى صفيته كامل ونضيفه ملعقة كبيرة زيت الزيتون بالنسبة لزيت الزيتون زوينة البنات ومفيد جدا لشعر يعطينا نتائج الزوينة ومفيد الشعر وهو متوفر في كل بيوت لذلك انا درته في الوصفة اذا بغيتوا تضيفوا شيء زيت اخر متوفر لكم ممكن تضيفوه لا مشكلة يعني اضيفوا زيت اللوز او زيت جنجلان او زيت بذر الكتان زيت الجوجوبة زيت الكوكو ماشي مشكل اي زيت عندكم ستضيفوه وضيفوه الوصفة صفيت دابا غالي نضيف هنا يا لبنات نشا نشا الدورة حتى هو مفيد جدا للشعر يرطب لنا الشعر دينا بالعكس رمتين نشف الشعر البنات لانو كيجيوني شي تعليقات بانا نشا كي نشف الشعر فانشا متين نشف الشعر نهائيا بتاتن بالعكس انشا زوين بزاف ومفيد للشعر وتعطينا الترطيب وتعطينا التغذية والشعر دينا بما انه غنيب بزاف ديال الفيتامينات وبزاف ديال النشويات دابا غالي نخلط هاد النشا مزيان لبنات هنا هاد المرحلة هادي ضروري تخلطو النشا مع هاد الخالط علاش لانا الى درتو على النار وهو ما زال النشا بقي مكور را غادي ما غاديش يجيكم الخالط هو هادك يعني غايتكلك عليكم ما غاديش تستق معاكم الوصف وما غا تنجحش معاكم لذلك ضروري هاد المرحلة هاد تخلطو النشا حتى اندمج لكم تماما مع الخالط ويقول لي الخالط يبال لكم خلط مزيان عاد باش تديرو على النار باش هكا يعطيكم نتائج زوينة وما تخسرش لكم الوصفة ديالكم لان هاد المرحلة هادي موهم مبزاف في التحضير دابا غادي ناخد واحد الكاثرونة وغندير فيها هاد الخالط غندير على النار البنات وضروري تديرو على النار ويدكم قابطة في اليد الكاثرونة كتبقوا تتحركوا وانتو ما يعني ديرين على نار مهيلة حتى تتقال لكم وتتحقال لكم ديالك الخالطة ديالكم عاد تتحيدو على النار ولكن نار مهيلة وضروري من التحريك المستمر باش ان شاء الله ما يلصقش لكم ذاك الانشاء في القاعدة للكاثرونة هنا سنشرح لكم الابنات وخاش يوحدين تقولوا لي اياكا تتحضري بزاف ولكن ركن نشرح لكم ماشي تنهضر بزاف بالعكس ركن حاول ما امكن ان نوصل لكم الفكرة ونوصل لكم الوصفة الوصفة كيفما هي دا ما بعد ما دبا من بعد ما درتها على النار هنتو ما كتشوفوا معايا كيفش ولا خالطة واللي نبهت الشكل هذا على شكل كريمة البنات غادي ندروا هنا يا فاتز لافا هنا ما تتاخدش منكم يعني العملية ما كتاخدش منكم ماكسيمو خمسة دقايق على نار مهيلة يعني ضغية ضغية غير غير البنات يعني حركوها مزيان يعني ضغوري من التحريك باش ما تلصقش لكم في الكاثرونة وبالتالي يخسر لكم الخالطة صافي دابا هدا هو القوام كيفما كتشوفوا معايا ديال الوصفة ديالنا كيجي الشكل ديال الوصفة على شكل كريم كيفما كتشوفوا معايا في الفيديو بالشكل هذا بالنسبة الكيفية استعمال الوصفة السهلة للبنات غادي نتمشطوا شعركم مزيان بالمشتر دقيقة واتطبقوا هاد الكريم هادا دي الكورجيت على الشعر ديالكم مزيان يعني خسلة بخسلة وانتوما كتسرحوا بالمشتر دقيقة صافي وكتجمعوا كتديروا لي واحد بلاستيك غدائي كتخليوها على الشعر ديالكم من ساعة حتى الجوش ديال الساعات وغادي نتغسلوا شعركم من بعد من احسن البنات دائما كما كنقول لكم زعما في الفيديوهات من احسن انكم تغسلوا شعركم بالشامبو ديال الاطفال لانو تكون مافيش مواد كيموية لي كتنشف لنا الشعر ديالنا فالا درسوا واخد ديروا هاكا وصفات تترتب الشعر كتغسلوا بالشامبوان لي كينشف الشعر يعني شامبوان ديالنا احنا لي كنغسلوا بالناس الكبار كله يعني كيأثر على الشعر فلذلك نصلوا بالشامبوان ديال الاطفال الصغار لانو كيكون خالي من المواد الكيموية وكيحافظ لنا على الشعر ديالنا وبالتالي الوصفة اللي غاد ديروا او الكيراتين الطبيعي اللي غاد ديروا ما غديش شامبوان ما غديش يحيد لكم فعول ديالو وكيف ما كتشوفوا معي انو ما تلصقش لكم في شعر ديالكم نهائيا الوصفة كتجي على شكل كريم وتتطبقي على شعر ديالك بكل سهولة بالنسبة لهذا الوصفة غادي نتديروها مرة في الأسبوع او مرتين في الأسبوع والدوم عليها ان شاء الله سأطيكم نتائز ونزوينا بزافة البناس ونتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وما تنسوش انكم ترجووا عندي التعليقات هكا تخليوا لي الأعراء ديالكم والتجربة ديالكم الوصفة هادي دياليو من شاء الله ونتمنى تنال إعجاب ديالكم وما تنسونيش تزوينا ديالي كيف ما العادة اللايكات للفيديو وتبارداجيو مع صحباتكم والعائلة والأقارب ان شاء الله باش كل شي استافد من الوصفة ونخليكم ان شاء الله سنتلاقوه مع وصفات جداد كيف ما العادة وفيديوهات جداد وصلوا لي فراثكم وشكرا لكم بزاف بزاف البنات على تعليقات ديالكم الزوينة اللي كتتخليوا ليه وعلى التشجيعات ديالكم وعلى الدعم ديالكم فاله لي خطيكم بكم ان شاء الله القناة موصلة للأمام ان شاء الله وما زال يعني المزيد من الوصفات اللي غنشاركهم معاكم ان شاء الله وغيكونوا وصفات زوينين بزاف ولهنا نكون وصلت نهاية الفيديو وشكرا لكم مرة اخرى بزاف بزاف ان شاء الله مع فيديو جديد ومع السلامة في امان الله اشتركوا في القناة